السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه صفحة 82 83 84 الصف السادس اللي ابتدائي من كتاب الاضواء سؤال لوال اختر الاجابة الصحيحة معامل الحد الجبري 5x يعني ايه معامل الحد الجبري معامل الحد الجبري اللي هو الرقم معامل الحد الجبري اللي هو الرقم اللي موجود مع المجهول او المتغير اللي بنتكلم عليه انا عندي هنا الرقم اللي مع المتغير المتغير عندي اسمه X المتغير اسمه X طيب من الرقم بقى اللي هو الخمسة يبقى المعامل ده بقول عليه خمسة لكن الـ X ده بقول عليها متغير الـ X بقول عليها متغير السؤال رقم اتنين السابت في المقدار 3A زائد 5B زائد 4 ايه هو السابت السابت اللي هو الرقم مفيش جنبه متغير يبقى انا عندي ده التلاتة اسمها معامل التلاتة ده اللي هو الرقم الايه ده اسمه متغير الخمسة ده برضو معامل والـ B ده متغير لكن السابت عندي في المسألة اللي هو الرقم اللي مفيش معاه متغير يبقى عندي السابت اللي هو الـ 4 عدد الحدود المكونة للمقدار كام حد انا بتكلم عن مقدار جابري ده كده بقول عليه كله مقدار جابري ده حد جابري وده حد جابري وده حد لما اجيه اعد اول واحد اتنين تلاتة يبقى كام حد ثلاث حدود لكن الخامسة ده اسمه معامل جابري الاكس ده اللي هو المتغير الثلاثة ده برضو معامل الواي ده متغير السابت عندي اللي هو السبع سؤال رقم اربعة السابت في المقدار من السابت اللي هو الرقم السابت اللي هو الرقم مفيش معايا اكس او واي يبقى ده السابت لكن هنا معامل ده متغير ده معامل ده متغير ونشوف السؤال رقم اثنين اكمل مياتي السوابت في المقدار من السابت اللي هو الرقم أنا عندي فين الأرقام اللي السابتة عندي أدي الأربعة مفيش معها متغير وهدي الأتنين يبقى عندي أربعة واتنين طيب هنا معامل وده معامل ده متغير وده متغير تعالوا نشوف الرقم اتنين المعاملات في المقدار الجابري المعامل اللي هو مع المتغير المعامل اللي هو الرقم اللي موجود مع المتغير أنا عندي هنا تلاتة جنبل بي وعندي تلاتة طيب وعندي تحت الاية تمانية ده في المقام او يعني هي اصلها تمنى لان انا عندي هنا في المقام في بسط البسط مش موجود حط مكانه واحد نشوف السؤال رقم تلاتة الحدود المتشابهة في المقدار يعني هي حدود متشابهة لما باجي اجمع او بطرح لازم يكون الحدين شكل بعض حدين شكل بعض ازاي يعني يكونوا اكس او واي يد اكس يد واي يبقوا الاتنين نفس المتغير انا عندي هنا تلاتة اكس وعندي هنا اتنين على خمسة اكس دول حدود متشابهة او لكن ده واي مفيش معا واي وده ثابت اربع خلاص يبقى عندي اتنين على خمسة وعندي كمان عندي اتنين على خمسة اكس وعندي تلاتة اكس ونشوف السؤال رقم اربع عدد حدود المقدار كم حد نعد ده اسمه حد وده اسمه حد لكن ده اسمه مقدار جابري ده كم حد قدي واحد قدي اتنين يبقى ده كم حد حدين السؤال رقم 5 يقول لي معامل الحد الجابري يعني المعامل يعني الرقم اللي معايا المتغير الرقم اللي هو السبعة عدد الحدود لما يقول لي عدد الحدود هنعد طب أنا ما عنديش أصلاً لواحد يبقى هو واحد حد واحد سؤال 7 المعاملات في المقدار الجابري عايز المعامل اللي هو الرقم الرقم اللي موجود مع المتغير عندي هنا F جنبها إيه جنبها تلت طيب وعندي هنا اياتش جنبها جنبها واحد ما بتكتبش الواحد بالزت ما بتكتبش سؤال رقم 8 السوابت السوابت اللي هي الأرقام أنا عندي هنا واحد وثلاثة من عشرة ده رقم لكن ده جنبه متغير يبقى من السابت ده رقم الاربعة ده جنبه متغير يبقى برضو ما هو الشابت يبقى من السابت الاربعة والواحد وثلاثة من عشرة ونشوفوا سؤال رقم 9 اذا كان تمان التذكرة في المترو اكس يعني انا معرفش تمانها كام فاذا كان فان ثمن عشر تذاكر انا عايزة اعرف تمان عشر تذاكر اخذ العشر تذاكر اضربهم في تمان التذكرة اللي هو الاكس عشرة في اكس بعشرة اكس على طول لما يكون ضربة ما تكتبش فيه اذا اونف بعض سؤال عشرة اذا كان لديك 18 برتكولة متى مثلة وكانت كتلة البرتكولة الواحدة اكس وعندي 18 واحد اخذ التمنتاشر اضربها في مين اضربها في الاكس لما يكون عندي الفيش لها وضمهم على بعض يديني كام 18 اكس الصفحة التانية سؤال رقم 3 احيحدد عدد الحدود والحدود المتشابهة ان وجدت في كل من المقادير الجابرية الاتية طبعا ده مقدار جابري تعالا نشوف عدد الحدود بتاعت المقدار الجابري اللي عندي ده كام حد ادي واحد اتنين وقدر اقول عليه حد ده حدود متشابهة ليه حدود متشابهة ده رقم ودرق في اكس وفي اكس يبدي حدود متشابهة في واي وفي واي وبي حدود متشابهة تعالا نشوف هنا ده كام حد ادي واحد ادي ادي اتنين برضو حدين هنا كام حد ادي واحد ادي 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 تلاتة يبدي تلات حدود نعد ده كام حد ادي واحد ادي ادي تلاتة ادي اربعة يبدي اربعة حدود هنا كم حد ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة بعد فصلة الزائد او الطرح جمعة او طرح طيب هنا عايز الحدود المتشبهة الحدود المتشبهة لما يكون عندي مجهولين او متغيرين زي بعض زي الاكس ومع الاكس والواي مع الواي وزد مع الزد يبقى دي حدود مشابهة او ارقام عندي هنا ارقام يبقى اتنين والتمانين عندي ايه الحدود المتشبهة مفيش انا عندي ده اكس وده خمسة يبقى لايوجد عندي هنا زد وهنا زد يبقى دول حدين متشبهين اللي هما مين اللي هما الثمانية زد والتلاتة زد دي حدود متشبهة طيب هنا مين الحدود المتشبهة انا عندي اكس واكس واكس يبقى دي كلها حدود متشبهة سبع اكس وكمان سبع اكس وكمان اتنين اكس ده كده حدود متشبهة هنا فين الحدود المتشبهة انا عندي اكس واحدة مفيش معا حد طب عندي ارقام يبقى ارقام شكل بعضها دي حدود متشبهة يبقى التلاتة والستة شوف السؤال اللي بعده سؤال رقم 4 بيقول ايه حدد كل من السوابت والمعاملات عايز السابت السابت اللي هو مفيش معاه متغير يعني رقم تعال نشوف والمعاملات المعامل مين هو المعامل اللي هو الرقم اللي معاه متغير يعني ده رقم معاه متغير اقوله على الجنين ده اسمها معامل هل عندي حاجة ثابتة يعني عندي الاربع دي سابتة الخمسة ثابتة رقم مفيش معا متغير نشوف هنا السابت عندي هنا اربعة او الاربع ده سابت او يبقى الاربع ده من السوابت اولو الاربع طيب اللي بعدها عندي تسعة زائد سبع اكس زائد اربع اكس عندي من السابت الرقم السابت اللي هو الرقم اللي هو التسعة من عندي السابت لما عندش سابت ليه ده معاه متغير او بي يبقى لا يوجد سؤال رقم خمسة عندي هنا ده عدد ومعه متغير لكن ده عدد ما واش معه متغير ادي السابع ده السابت ده مع متغير يبقى موجود سابت خلاص نشوف الا المعاملات المعامل اللي هو الرقم أنا عندي هنا معامل او جابه متغير عندي هنا معامل او جنبه متغير عندي هنا معامل جنبه متغير يبقى مفيش لا يوجد لازم نكون جنبه متغير علشان اقول عليه معامل طيب هنا ده طبعا ثابت هنا المعامل اللي هو معاه المجهول المتغير او وده المتغير معاه يبقى السبعة والاربعة هنا معاه البي او من المعامل اللي هو الرقم اللي هو الخمسة هنا من المعامل او ادي المتغير او هو ده المتغير او اللي في مجهول او معاه اتنين ومعاه مين اربعة يبني اتنين والاربعة نشوف السعر رقم خمسة اكرأ ثم اجب تستخدم صالة العاب فيديو كل من التذكر والعمالات المعدنية زادت الفئات المختلفة افترض ان لديك عملات معدنية بفئتين مختلفتين وكان عددهم متساوي عملات فئة العشرة جنيه يعني انا معايا عملة فئة العشرة وعملة فئة العشرين وحصلت على متين وخمسين تذكرة سعر التذكرة الواحدة من فئة الجنيه عبر على هذا الموكو في صورة مجدار جابري واعتبر ان الاكس بقى يعني احنا هنحط الاكس وحضط لك المتغير من عنده اكس تمثل عدد العملات المعدنية بين العملات المعدنية الي عشرة وعشرين يبقى عندي من السابت ومن المتغير انا عندي العشرة هنحط معها اكس والعشرين لكن المتين وخمسين ده التذكرة ده عدد تذكر اللي حصلت عليها فطبعا ده السابت معي يبقى السابت الي هو المتين وخمسين طيب تعال نكتبها في صورة مجدار جابري في المبدور جابري لو خدت العملات الي coache 20 ومعاها الاكس طبعا المتغير وجامت عليها العشر عملات فقت العشرة ومعاها الاكس وجامت ده كله بقى لل ميتين وخمسين تذكرة يبقى من السابت عندي ده طب من معامل المعامل اكس الي هو الرقم وعندي من المعامل اللي هو العشرين مع الرقم تعالى بقى نشوف الأسئلة الي هو جابه عندي هنا عادي الحدود ده كم حد ادي ازائد ادي حد. يوبى ده كم حد? تلت حدود. يوبى ادول تلت حدود. هو عايز الحدود. هنكتب له الحدود اللي هو عشرين اكس. وعشرة اكس ومتين وخمسين. عدد الحدود دول تلت. الحدود المتشابهة من المتشابه المتغيرين شكله بعد. عندي انا متغير اكس و emotغير اكس واقي عندي من الحدود المتشبهة لعشرة اكس والعشرين ايه? والعشرين اكس. طب السابت اللي هو الرقم اللي هو متين وخمسين. المعاملات. المعاملات اللي هي الارقام. انا عندي جنب الاكس ده عشرة وجنب الاكس ده عشرين. يبقى لعشرة ومين? والعشرة. ده المعامل. نشوف السؤال اللي بعده. فكر. في المقدار الجابري. خمسة زائد تلاتة اكس زائد اكس زائد اتنين تقول وردة ان واحد وثلاثة ده هم المعاملات. تعالوا نشوف وردة كلام mars صح ولا لا? واحد وتلاتة. فن التلاتة اه? ده هنا المتغير هو وجنبه المعامل. يبقى هنه ثلاثة فعل طيب. والواحد اه てلاتة فعله. طيب. والواحد اه هنا الواحد ما تكتبش. اه. يابقي كلام ده صح. نشوف اللي نكمل. اتنين وخمسة هما سابتين. اه الاتنين ده مفيش معها متغير والخمسة دي ما فيش معها متغير يبقى ده سابت يبقى ده كده سابت وده كده سابت لكن ده متغير وده متغير المعامل التلاتة وهنا الواحد ويقول رضا ده كلام وردة كده تمام صح كده كل الكلام ده صح تعا نشوف بقى رضا بيقول ايه وتقول ويقول رضا ان هناك معامل واحد فقط هو التلاتة هنا رضا بيقول ان المعامل بس التلاتة لا انا عندي التلاتة وبقول لي فقط فقط يعني معادش ايه الحاجة لان ادخل الثلاثة x وال 1x يعني الثلاثة ده معامل والواحد ده معامل ولا كناه يوافق انه خمسة واثنين وتسابت الى خمسة وتسابق تمام لكن انا عندي في واحد يبقى كلام ايه من على صواب؟ من علي صواب ايه؟ من علي صواب كلاام وردة يبقى وردة صواب ان مارضة اخطاء في ايه؟ في ايجاد المعامل لان انا عندي معامل هنا واحد وهنا التلاثة ونشوف السؤال اللي بعض اقرأ ثم اجب اوافق او لا اوافق يقول مالك ان المقدار الجابلي 2x زائد 3x زائد واحد يحتوي على حدين متشبهين هما 2x و 3x تعالوا نشوف الحدود المتشابهة الحدود المتشابهة اللي فيها اكسات زي بعضها او وي زي بعضه يبقى هنا ده حد متشابه وده حد متشبه يبقى اوافق ليه؟ لان انا عندي 2x و 3x حدود متشابهة كل منهم حدود ايه؟ متشابهة بها متغير اللي هو الاكس ونشوف الصفحة التانية اختبر نفسك يبقى اخدنا الدرس كله مرة واحدة اختر الاجابة الصحيحة معامل الحد الجابري معامل الحد الجابري اللي هو الرقم الرقم انا عندي هنا ما عنديش رقم غير تحت في المقام 6 طب ماشي البسط واحد يبقى ستس ده المعامل لو جيت اكتبه وافكه هخلي الاكس ده الاكس ديت مضروبة في ستس قلنا بنشيل الفي ونحط الايه؟ الاكس في ستس على طول بتبقى ايه؟ ستس اكس طيب عايزة هنا هنا ده ستس لو حبيت اضربهم هخلي الاكس فوق في البسط عادي خلاص؟ عدة حدودها المقدار الجابري تعالنا نعدي كم حد؟ هادي حد ادي واحد ادي اتنين هادي تلاتة يبقى كم حد؟ تلاتة شوف السؤال رقم تلاتة السابت في المقدار الجابري السابت السابت من الرقم الواحد سابت لكن لن يتسر بقي ايه!! السابت في المقدار الثابت السابت السابت اللي هو الرقم الرقم مفيش جنبه متغير ادي اثنين يوجده أمر لأ انا عندي الاثنين والخمسة هنا الأربعة جنبه متغير الان العاملات في المقدار الثابت ايه زائد الب banned? عايز مين? عايز المعامل . يعني ما dirty? معامل! يعني الرقم اللي جانب المتغير. ايه دا الرقم الي جانب المتغير هنا تلاتة. طب وهنا هنا واحد مابيتكتبش. سؤال تلاته. الحدوده المتشابهة. اللي شكل بعض. اه ت gust потрins place. انا عندي هنا حمسة ايه وعندي هنا سبع ايه. بس ده خمسة وده سبع لافر الان sevenpacks احنا الينا بالمين بالمتغير . الي هو الرمز. يبقى عندي الفديو في السؤال 1 المجدر الجبري يتجب ان يعمل على عدد Y بعد مضوع المقدار الجبري يتجب الى علGUة من عدد Y و texto 4 alt ما معه CM ما معه كثيرا嗎 حدد عدد الحدود والحدود المتشابهه للمقدير الجابرية الاتية عاجز عدد الحدود الاول ده 1 ده 2 ده كده 1 ده تعالي نعد الده 1 ده ثنين ده نعد الده 1 ده 3 يبدي 3 ده 3 نعدي اجي 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 ده اربع وجود تعال بقى نشوف الحدود المتشبهة ايه الحدود المتشبهة ليه شكله بعضه لا ده عدد لكن ده عدد ومعه ده معامل ومعه متغير يبقى مفيش هنا حدود متشبهة مفيش حدود متشبهة هنا ارقام ارقام شكله بعضها يبقى فيه حدود متشبهة ليه من السبعة واللي اتنين ايه الحدود المتشبهة هنا اه هنا اربعة ايه وهنا تلاتة ايه ده حدود متشبه اه لان المتغير واحد اربعة اي مع التلاتة اي يعنى ايه المتغير واحد يعنى لو انا جاء الحدود باخد الحدود متشبه مع بعضها بجمع الاربعة اي مع التلاتة اي هنا تلاتة ام وهنا ام يبهى دى حدود متشبهى او عندي الام وعندي كمان الثلاتة ام عندي حاجة تانية حدود متشابهowanie و dessى رقمي nước او من قى دى رقم واحد و دىو رقم اتنين يبهى الواحد وثنيين هنا نشوف السؤال رقم اربعة احدد السوابت والمعاملات للمقادر الجبري. السابت وايه المعامل. من السابت اللي هو الرقم اللي مفيش معاه متغير. مفيش مع اكس ولا واي ولا زت. ده السابت. فيدي السابت هنا مفيش مع حد اهو التلاتة. من السابت هنا برضو التلاتة. طب في هنا اهو فيه خيمان خمسة. من السابت الخمسة وكمان الست. ادي الستة وادي الخمسة. من السابت هنا اه الاتنين دي ثابت والتلاتة ثابت الاتنين ارقام المعامل من المعامل اللي مع المتغير اللي هو الرقم اللي جنب المجهول المتغير ده هنا جنبها اتنين يبقى اتنين هنا جنبها اربع جنب الاكس يبقى اربع هنا جنب الايه اتنين هنا جنب البي خمسة هنا جنب الاف ثلاثة. هنا طبعا نفش. لا يوجد. كده احنا خلصنا كل الاسئلة على الدرس. ان شاء الله الفيديو القادم انا اخد الدرس التالت كتابة مقادير جابرية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.